ما يحدث اليوم في غزة هو مأساة حقية بأن إسرائيل تمكنت من استخدام موضوع سقوط مدنيين بعدد كبير في الهجوم الناجح لحركة حماس في السابع من أكتوبر لتنال تعاطف كبير من نوات المتحدة وقوة غربية أخرى منحتها كما يظهر ضوء أخضر لتقوم بعملية شرسة وهدفها السيطرة على قطاع غزة أقله اشتياح الجزء الشمالي من غزة والذي حددته إسرائيل على أنه كل ما هو شمال وادي غزة والذي يشمل فعلا مدينة غزة، مخيم الجبالية، مخيم الشاطئ، بيت حنون، بيت لاهية هذه المناطق التي اليوم تتعرض لقصف شديد كما الجزء الجنوبي يعني لا يوجد مكان في غزة اليوم لم يتعرض ولا يزا يتعرض لقصف شديد إسرائيل تنفذ سياسة أرض محروقة بهدف إخضاع القطاع والسيطرة عليه في نهاية الأمر اليوم هناك هجوم واضح هدفه تجزئة غزة تمكنوا من الدخول من شرق غزة والوصول إلى الشاطئ من منطقة ما يسمى بحي الزيتون وصولا إلى الشاخ عجيلان هذا من جنوب مدينة غزة من شمالها هناك هجوم من الجانب الشمالي الغربي وهو على الساحل باتجاه مخيم الشاطئ وهناك محور آخر باتجاه بيت حانون إسرائيل حتى الآن تعتمد على تكتيك الأحزمة النارية بحيث نشاهد تدمير لمجمعات بأكملها أبراج بشكل كامل كفتح طرق داخل مدينة غزة لتسهيل تقدم قواتها وآلياتها حتى الآن تقدم بطيء لأن إسرائيل تحاول تقليل عدد الخسائر بسفوب شنودها وبالتالي لا تزال تعتمد على الهجوم المدرع مع انتشار محدود للمشات حول القوات المتقدمة هذا يبطئ الهجوم لأن هذا يمنح حتى الآن مقاتلي حماس الفرصة لاستخدام الأنفاق بنجاح هم حتى الآن يتمكنون من الخروج من أنفاق ومباختة الإسرائيليين والالتفاف عليهم في بعض الأحيان وشن هجمات ناجحة بصورة مضاطة للدرو وبالتالي التقدم العصري بطيء جدا والإسرائيلي يبدو أنه يدرك ذلك ومصمم على الإكمال بهذا الهجوم بغض النظر عن خسائره مع الاتكال بشكل مفرط على القصف الاستراتيجي القصف الجوي والبر والبحري اللي محاولة ضرب الدفاعات والتمكن من التقدم هناك شبكة كبيرة من الأنفاق عدتها حماس لهكذا نوع من معارك بالأصل معارك حرب الشوارع واقتحام المدن من أصعب الحروب التي قد يجد نفسه أي جندي خاصة إن كان في الجهة المهاجمة فكيف الحال لو كان هناك شبكة عن كبوتية معقدة وفعالة من الأنفاق تستطيع الوصول لعدة أجزاء في هذه المنطقة والجهة المدافعة حماس تتمكن من استخدامها بدهكة تراقب أين التقدم تعرف من أي مكان تنطلق حماس عبر السنوات الماضية بنت بنية تحتية مهمة عسكريا هي تصنع جزء مهم من أسلحتها من الصواريخ القصة بأنواعها الآن صواريخ مضادة للدروع مثل الياسيد تصنعهم حليا تصنع بعض الكثير من تخائرها تمكنت من إنشاء شبكة اتصالات سلكية داخل هذه الأنفاق بعض هذه الأنفاق واسع بشكل كبير يمكن استخدامه كمصانع للأسلحة كمخازن لهذه الأسلحة وبالتالي القطاع خاصة الجزء الشمالي يبدو أنه مخصن بشكل جيد ويستخدم بشكل جيد والتقدم الإسرائيلي الحذر جدا والذي يتكل على القصف بشكل كبير ليس بفعال يعني هو يؤدي إلى دمار وقتل المدنيين بشكل هائل إنما تقدم بطيء لأنه في نهاية المطاف في كافة حروب المدن عبر التاريخ نختار على البرود هنا يعني عبر التاريخ جميع حرب المدن لتقدم المدن يجب أن تكون المشات المشات هي من يسيطر الأرض وليس المدرعات المدرعات تقدم الإسناد لأنه في الطرق الشوارع الضيقة الأزقة الضيقة لا تستطيع الدبابات أن تتحرك ودور المشات هم عليهم أن يتقدموا يبحثوا عن الألغام عن الكمائن يبحثوا عن الأنفاق لا يمكن أن تجد أنفاق من الداخل المدرعات والدبابات يجب أن يكون هناك انتشار للقوات المشات ولا يبدو حتى إذا تابعنا ورجعنا الفيديوات إن كان من جانب الإسرائيلي أو من جانب حماس التي تنشرها يوميا نشاهد أن الجزء الكبير من كمائن حماس الناجحة نشاهد فقط مدرعات لا نشاهد مشات حول المدرعات وهذا يعني يسهل مهمة حماس في نصف الكمائن للمدرعات هو صعب أصلا صعب ويزداد صعوبة مع استخدام هذه التكتيكات التي تضع أولوية كبيرة جدا لتقليل عدد الخسائر في صفوف الطرف المهاجم الطرف المهاجم يعتمد سياسة أرض محروقة هو يريد أن يدمر ويدمر ويدمر ليفقد غزة مقومات الحياة ويجعل البقاء صعب جدا هذا هو التكتيك تبعه يعني عندما يتمكن من تدمير حي بالكامل نشهده يتقدم بهذا الحي نشاهد جرفات تقوم بجرف الردم وفتح طريق ونشاهد جنود يتقدمون مع المدرعات الحالات الوحيدة حيث هناك تقدم تكتيكي من قوات خاصة يجري في الليل تقوم وحدات من قوات الخاصة الإسرائيلية بالتورل في بعض الأحياء بهدف البحث عن أنفاق ومن ثم إبلاغ القوات الجوية عن مكان هذه الأنفاق لتستهدفها إنما أيضا هذا ليس بتكتيك مضمون لأنه قد تؤدي إلى إغلاق ردم على مخرج النفق إنما قد يتمكن المقاتل وحماس اليوم التالي من إزالة الردم ويعيد النفق للخدمة من جديد بالتالي هذه التكتيكات تبطئ العمل السؤال اليوم هل الإسرائيل سيتمكن من سيستطيع أن يستمر بهذه العملية لتحقيق أهدفه مهما طال الوقت هل يستطيع أن يحافظ على الضوء الأخضر الأمريكي والغربي للاستمرار في عمليات القصف بهذا الشكل إلى ما لنهاية طبعا لا يعني هناك وقت محدد الإسرائيلي سيجد نفسه تحت ضغوط حقية لوقف هذه التقدم أيضا يعني داخليا نحن نتكلم عن أربعمائة ألف احتياط أو ثلاثمائة وخمسين أو ثلاثمائة وخمسين ألف احتياط هذي هم العصب الحياة الاقتصادية في إسرائيل يعني احتجاز الإحتياط بهذا الشكل لأشهر هو خسارة بالمليارات اقتصاديا في إسرائيل وبالتالي هل تتحمل إسرائيل عرب طويلة يكون فيها عشرات ألاف الإحتياط في الخدمة؟ هذه مواضية تفرد نفسها وستكون معضلة أمام هذا التكتيك الإسرائيلي فهذا هو الواقع اليوم يعني حتى هذه اللحظة إسرائيل يبدو أن لديها ضوء أخضر هي تقوم بالقصف كما تشاء مستشفيات غير مستشفيات يعني لا شيء يبدو أن يردعها بحجة أنها تعرضت لمذبحها في السابع من أكتوبر وهذا يشرع لها الفعل ما تشاء لضمان أنها لم تتعرض لهكذا هجوم في المستقبل حسب ما عم نشوف التحركات شكل إسرائيل عم تحاول أو عمدتنا حالياً لترزق القطاع هناك القطاع الشمالي الذي هو مركز العمليات البرية وعندك القطاع الجنوبي الذي يتعرض لهجمات وغارات جوية وقصف من وقت لوقت وهناك عملية محدودة على الحدود في حدود من جانب خان يونس إنما بشكل عام المساعدات يسمح بدخولها للجزء الجنوبي ولا يسمح بنقلها للجزء الشمالي ويتم إجبار المدنيين في الجزء الشمالي للانتقال جنوباً فما قد نشهده في مرحلة لاحقة ربما بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أن يكون هناك وقف للعمليات العسكرية في الجزء الجنوبي أن هذا الجزء ستوقف إسرائيل عن العملية العسكرية وتستمر في الجزء الشمالي هذا ما أعتقده أن ستتجه إسرائيل بهذا الشكل وهذا سيساعد خلفائها في الغرب وأمريكا ليظهروا أن إسرائيل أبلت حسنية وهي توقفت عن استهداف المنطقة التي تحتوي المدنيين من هو في الشمال هم حماس والمجموعات المتعاطفة مع حماس والتي رفضت مغادرة المنطقة رغم الفرص التي أعطتها لها إسرائيل وغيرها هذا ما كذا يحاولون تبرير الأمور أوروبا وجميع الدول التي تسمي نفسها أنظمة لبرالية ديمقراطية هي محرجة بشدة لأنها تدعي أنها من أهم من يصون حقوق الإنسان ومنع الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الأمور نشاهدها تتجنب إدانة إسرائيل في هذا الموضوع أو تتكلم باستحاق عما يجري ولا تقوم بأي شيء فعلي لإجبار إسرائيل على وقف هذا الإجرام وهذا القصف بهذا الشكل وخاصة أنها تأتي في نفس الوقت أنها كانت تدين روسيا على أفعال في أوكرانيا شبيهة بالتي تقوم بها إسرائيل داخل قطاع غزة يعني هي من ناحية تدين روسيا على أسلوب هجماتها وأساس الأرض المحروقة في مدن وبلدات أوكرانية ومن ناحية أخرى لا تدين إسرائيل على هذه الأفعال في قطاع غزة وبالتالي هذا سقوط كبير ونشاهد وشاهدنا المظاهرات الكبيرة التي تدين للهجوم الإسرائيلي داخل هذه الدول كمؤشر أن خياداتها ليست على نفس الموجة مع جزء كبير من شعبها في هذا الخصوص والعامل الزمني كلما طال أمد هذه الحرب وكان هناك المزيد من هذه الصور والفيديوهات سنشاهد يعني تغيير كبير في الرأي العام سيضغط على الحكام لأخذ مواقف أكثر حدة مما تقوم به إسرائيل